لكن لما تعرضت الظروف أو المواعيد ما بين منتخب مصر والنادي الأهلي منتخب مصر الأول كلنا اطلعنا وقلنا الكلام ده لا منتخب مصر الأول قبل الأهلي ومصر قابلنا كلنا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين هنفضل نعيد هذه الكلمة علشان بس ما حدش يزايد لأننا شفت كل شوية دلوقتي حد بيطلع يزايد شوية فكل كلمة دي متقلة من فترة طويلة جدا وعلى فكرة ده الطبيعي يعني هنا كابتن خطيب ما بيقولش حاجة يعني لكنها ده الطبيعي لا أحد يزايد على النادي الأهلي خليني أرحب بنجمة من النجوم الكبار في النادي الأهلي النجمة الكبير كابتن شريف عبد المنعم زي كابتننا مشرف ومنور ويعني سعيد أن أنا بشوفك النهارده بقى أن فترة طويلة ما تقابلناش وأنا كمان يا كابتن سلام بجد وحشني والستوديو وحشني والجمال الجديد ده والديكور جميل وعلى الشاشة كمان بنوعد نتفرج بقى مريح كده وإحنا بنتفرج ودايما أنت بتفجينا بحاجات جميلة تغيير يعني التغيير دايما مطلوب خلال الفترة دي خصوصا في الظل الأحداث الساخنة اللي احنا بتشوفها وفي ظل أن احنا المفروض عارفين أن النادي الأهلي لما بيكون عنده ارتباط نحنا كل مصر المفروض توقف معاه نادي الزمالك عنده ارتباط دولي أو إفريقي أو كذا نادي مصر كلها توقف معاه صح ولا بالصح؟ أي نادي في مصر عنده ارتباط مصر كلها توقف معاه مش العكس مش الناس تتعنت معاه لا 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 كلنا كنا عنده زمالك في البطولة العربية وكنا هدينه يكسب ووزعلنا عن أن يتخطف في المباراة بتاعت الناصر في آخر دعايق من المباراة والولاد قدوا كويس جداً ودي حاجة أولاً وأخيراً زي ما كنت خطيب أركز مصر أولاً صح؟ وإحنا كلنا مصر أي مش نداع بس أي حاجة أي إنجاز بيحصل إحنا بيبقى لنا والمصر والمصريين عملوا كذا من المصريين الأهلي زبالك بريمز إسماعيلي وإحنا عشان الأهلي وعشان النادي الأهلي هو دايماً اللي بيبقى على منصات التتويق خلال الفترة الأخيرة بالكاملة وبالتالي هي ليه الناس بتتعنت مع النادي الأهلي ليه كابتن حزم إمام تحديداً ومستر روي فيتوريا والأستاذ محمد غرابة بيقولوا كلامي على أستاذ محمد غرابة طالع مبارح مع كابتننا وأستاذنا الكابتن أحمد شبير وطالع يقول كلام الحقيقة هو كلام أنا تأكد أن هذا الكلام هو كلام غير صحيح عندما تسأل سؤال مباشر من كابتن أحمد شبير هل كان هناك اتفاق ما بين النادي الأهلي ومنتخب مصر على الأربع لعبين الأيوة إحنا مستغربين أنه كان هو أستاذ محمد غرابة بيقول أنه نعم هناك اتفاق ما بين النادي الأهلي وهذا لم يحدث وما بين إدارة المنتخب وهذا لم يحدث الحقيقة يعني فلماذا هذا يعني ليه تطلع تقول كلام ما حصلش وكلام غير صحيح ولماذا هذا التعند ضد النادي الأهلي اللي بيمثل مصر كلام اللي حالك بتقوله حضرتك لسه كنت بتقول الزمالك والإسماعيلي وكذا صح ولا لا طبعا بص حولك على حاجة في كل واحد في موقعه بيبقى متحمل مسؤولية معينة أوكي ففي ناس تقدر تكيف الأمور وعندها من الخبرات لأنها تتكيف مع الأحداث اللي بتحصل ومع الشكليات اللي انت بتكلم عنها أن النادي الأهلي ده بيمثل مصر في كل حاجة في بطولة جاية وبطولة لما بتخش بتخش دولاب مصر والنادي الأهلي مش النادي الأهلي فقط وانت بتقدر تودي صورة معينة بأي شكل للنادي الأهلي يعني انت تقدر ترد على النادي الأهلي وتاخد حقوقك والنادي الأهلي ليه حقوق؟ بيطرحها بيقولك أنا لو أمكن واحد اتنين ترية اربعة هل ده مسموح؟ في بساطة جدا انت تقدر تقول والله أنا المسؤولية مش عندي المسؤولية عن المدير الفني المدير الفني هو اللي بيطرح إذا كان لعيبة دي ممكن يكون هو محتاجهم أو عايزهم في الفترة دي أو 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 واتفاقات وبعدين انت بتتكلم مع مع مصدر السعادة للمنتخب مين الفرقة اللي هي شغالة طول السنة طول السنة دلوقتي وانت بتاخد أكتر لعبين منها وعندك الأحسن لعبين في كل المهرجانات اللي حصلت والتدعمات اللي حصلت والاختيارات اللي حصلت حتى رئيس النادي خاد أحسن رئيس نادي كويس هذا العام في الإنجازات وفي الشكل العام للرياضة في مصر وكلها صحيح حاجات بسيطة جدا انت تقدر تتكلم معها وتقدر تخلصها الحاجات الإعلانية والإعلامية والسوشيال ميديا والتطرق لحاجات تانية برضو احنا عندنا من الخبرات ان احنا نتكلم ونتكيفهم وناخد حقوقنا كويس قوي ولكن بنرد في الملعب الحقيقة يعني دولابة كولي بيرد على الدنيا كلها شكاية كنا بنقول دايما يا جماعة انتوا لو الحكاية مش صعبة شوية ما في منظومة مؤسسة شغالة كويس قوي ما حدش بزاحم ولا حد بيكلم ما بدون ناس محترمين جدا وقاعدين على تربزة واحدة وبشوفوا حقوق الجماهير شكلها عاملة ازاي وحقوق النادي شكلها عاملة ازاي ما فيش بقى أنا الانا دي كل مننا فيه موقعه انت مسك هنا القناة فيه ناس مسكة الصحة فيه ناس مسكة التدريبات فيه ناس ميس سيركولر والجهاز الفني بتاعه ماسك كل ما مسؤول عنه فيه ناس بتخش فيه ناس بتخرج فيه تدعمات فيه شكل جماهير بتطلبه وسكواد معين ان المرحلة اللي انت تلعتها ديه اسلام نكمل بقى على اعلى عندك بطولة الاندية الكاس العالمي الاندية انت بتطمع في اكتر من كده لان معاك سكواد دلوقتي كمان بيوفره لك مجلس سلطات النادي الاهلي انك انت تبقى فعلا بتزاحم وبتواكب اي شكل من الاشكال والقوة اللي يبقى موجودة في الفرق اللي جاء لك وانت عندك من الخبرات وتعاملت مع الناس دي كلها انت بتدعم نفسك كويس قوي بتقفع نفسك مش هتيجي تتكلم في ماتش انت انا عايز ثلاثة اربعة لعيبة وهنعمل ردود وافعال وبتاع لا حاول لك انت تكمل بنفس شكلك وبحقوقك مع الرجل اللي هو دايما بيخليك في مانظر السعادة او بيوفر لك جميع الامكانيات بلعبته اللي طالع معسكر بيعمله للاعبة منتخب مصر اصلا انت بتعرفش توفره لمنتخب مصر هقول لها لك حاجة بس اصلا انا بالنسبالي وحضرتك يعني استاذنا ونجم كبير في هذا الامر هل ينفع ان انا جيب لعيب بقاله اسبوع او قعد اتنين وعشرين يوم او تلاتة وعشرين يوم قعد في البيت وبعد ان رجع اتمرن اسبوع او ست ايام تحديدا ست ايام اتمرن ست ايام وفي اليوم السابع بتطالبه ان هو يلعب مباراة هل دا يعني هل دا ممكن الاول قبل بقى من قول مين قال كلام صحيح ومين قال كلام غلط ومين كذا ومين كذا هل دا علميا وفنيا هل دا طبيعي هو انت فاهم كويس قوي الوضع شكرا بتشرح ازاي في الفترة دي ان في استعدادات لمنتخب مصر في مباراة وفي استعدادات لناديالي في بطولة وبعد ان انت كمنتخب مصر انجازاتك خلصت خلاص توصلت وحققت الرغبة اللي انت عايزة فمن الطبيعي انك انت عندك الفلكسبيليتي اللي انك انت تقول تتكلم مع الناس وتقول فعلا زي ما انت بتتكلمه زي ما انت شرحتك انا بحافظ على اللاعبين وبحافظ على السكوادي الجامد جدا بتاع منتخب مصر اللي عندي هو ما عندوش لا العظيم يا كابتال شريف التعرف له الموضوع بشكل بتاخد بشكل يعني ببسيط جدا حاجة اقول لك ايه تب بس نلعب المطش الودي الرسمي سوري وخلاص ويمشو اللي فيدك تاخد اللي فيدك والباقي حتى مع انه انا شايف اللي فيدني انا كمان في الظبط كده سيب لي اخي لعبتي اللي يفيدوني واللي انا كامل بهم وان انا عندي مطش تعرف لو المطش ده مطش مثلا يعني بثلاثة نقاط مهمة او بكذا هل حد فينا كان هيتكلم حوار مش قابل الحوار بقولك ايه انا كلعبتي انا بحتاج لها مطش رسمي كمان قابل المطش بتاعنا فهي فرصة كبيرة جدا نحن نبقى موجودين في مطش رسمي وناخد السنس اللي احنا بقالنا شهر بعد كده بعيد عنه بدلا ما احنا بنعمل المطشات حبية بتبقى على مستوى يمكن اقل شوية من مستوى بتاعنا الاول فزي ما انت بتكلم بذلك الميزان ميزان ميزان العدل ده ميزان الاحساس باللعبين كمان يعني انك انت بتوفر للعب ازاي يبقى موجود معاك حتى الفترة اللي بعدها يعني انت تنبسط لو واحد يحسين الشاحات مثلا معاك جاله اصابة مثلا هوية حاجة يعني انت تنبسك انت هوصلته لمرحلة الضغط عليه اه انت تلعبه ثلاث مباريات في اسبوع في اسبوع هي اسبوع من الجمعة جمعة ثلاث جمعة مش حسين يعني حسين مش موجود لكن انا بتكلم تحدك بتكلم على اي حد من المحن عموما يعني هيكون موجود يعني الوحيد اللي هو بناء على الاقتراح اللي احنا سامعينه ان هو ممكن يلعب الثلاث مطشاط اللي هيلعب يوم اثيوبيا ويوم تونس ويوم يعني لسه بقى حنشوف الاهلي هيلعب اللي مش هيلعب هو محمد عبمنعم والشناوي جالبا صحيح فممكن مش عارفين الحقيقة هل ده ممكن ان انا بعد اسبوع عن عمري مش شفتها الحقيقة يعني مفيش عضلات تستحمل ان انا بعد اسبوع ارجع علعب ثلاث مطشاط ودء رسمي ويه الجرانتين دي انت حطيلي لعيبة معينة في الشكل ده وفي الضغط ده تضمن منه اداء يعني اللي انت بستمناهن كمان شاير في صراحة يعني ايه انا بس أل حضرتك ايه 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 اللي احنا عندك اللي يخلينا نسكت اه يعني ايه اللي يخلينا انا اضغط على مستوى معينة معينة فيه لعيبة كتير جدا انا محتاج في الفترة دي اه اولادة للعبين تانيين صح يعني لعيبهم مطش اسمي واشوف اه وانسي في يوم انك انت لعبت بدون محمد صلاح وكسبت يبقى ده اكبر نجاح للشكل الفني اللي موجود يعني النهاردة لما ده اوفر لعيبة من سرعات ومن نص ملعب ومن شكل ادفاعي جايد وانا شايف انه هما راحين على المستوى ده والدنيا بتتفكر واللي بيحصل في العالم كله بيخلي الناس فكر صح بخلي الناس ازاي تمشي في مراحل تنافس فيها بجانب اللعبين وبجانب كل حاجة وبجانب العودة وبجانب المنافسة وانت وطرقتيني الحاجة الناس بتتكلم على الدوريات زي الدور السعودي دلوقتي وبتتكلم على الدور المصري انت بايدك انت بايدك تفضل انت الدوري الاحسن وانت الموجود با حتة يعني مش عادة تدخل فيها امنيا مثلا اللي هي الجماهير الجماهير دي لو زادت شوية ومالية الملاعب تاني وفتحت الدنيا هتلاقي الدنيا حاجة تانية خلينا اخد حضراتك برضو السؤال برضو يمكن حاجة تجاوبني عنه ان هو عندما يتم انتخابك في التحاد لو كابتن شريف عبد منعم حضرتك رشحت نفسك في التحاد كرة القدم وانجحت معروف ان شريف عبد منعم ده ايه؟ هلاوي صح؟ طيب هل لو عملت موقف للنادي الاهلي وجي قدامك ان انت تعمله موقف لنادي الزمالك هتعمله او مش هتعمله طالما بيفيد البلد يعني لا 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 ده انا مفيش انتماءات ساعتها هون على الكورسي اللي انا قعد عليه ده مش عشان بقول انا هو لما يكون قعد على الكورسي اللي اتعاد ما ينفعش تقول المدربين اللي بيجوا يمسكوا المراحل النشئين والحاجات اللي هي المنتخبات فترة كده طلعت بتاع خلات بقى كفاية النادي الاهلي يعني ايه كفاية الاهلي يعني ما حدش تكلم على مدربين بقى يا خون انت ملاحز في حد من النادي الاهلي موجود في المنتخبات دلوقتي يا وانا موجود ما بصتش انا بصوا وكيفش تلاحى حد ليه بقى؟ بتيجي في مرحلة كده زي ما انت تكلمت وقلت في نادي تبقى عادة بتدي تدعمات لـ مترصدة يعني مش ترصد كمان يعني شوية بقى الاهلي ياخد كل حاجة يعني الاهلي عنده كل حاجة الاهلي ما شاء الله يا مفهود ان انا ايه عسيب يعني مفهود ان انا قاعد اتفرج واستحملني بقى وانا قاعد في الفترة دي يعني استحملني شوية اه انا شايف الفترة اللي جاية واحد اتنى ثلاثة طيب حتى لما تجيب حد اديله التدعمات الصح ويوفر له المناخ المناسب عشان ينجح صح نعم للأسف هو ما بلحقش ينجح وما بلحقش يشتغل وما بتلحقش تعمله شكل اعداد الا للاجانب بس يعني لو جالك واحد اجنبي بتقعد تسمعه وتوفرهم كل حاجة زي كان لجنة التحكيم او ناشئين زي الراجل برازيلي الجميل اللي هو موجودة او ميكالي او او روي فيتوريا او روي فيتوريا او موقفه الاخير من لعبة النادي الآن فانا هل روي فيتوريا قد يكون تأثر ببعض الاراء الاخرى اللي حواليه حزم امام غرابة او ده راجل شغال مع ناس معينة او مع سطاف معين بس عنده المفروضة عنده رؤيته عنده رؤيته في تحديد شكل اللعبين او مسؤولية عن الملعب بس رؤيته الملعب انت عارف هما الستاشر لعب او الاطمنتاشر لعب او التلاتة وعشرين لعب اللي هو اقدمت بس هنا عنده بيشتغل بهم اه ايه اللي بيسمعه ايه اللي بيشوفه ايه مصاب هنا ايه اللي بيرجع بعودة ايه في النادي بتاعته بيتعامل ازاي في نادي عندي انا او في اي نادي تاني هو ايه كيفية التعامل والتقارير اللي بتبقى مكتوبة عنه والتقارير اللي هو عمله هو المساعدين بتاوه ففيتوريا بيبقى حاجات كتير قوي ولكن برضه عنده ضغط جماهيري معين لازم فيه لعيبة معينة لازم يشوفها يعني حديجي تقول لي هيسأل على فين مصطفى محمد فين محمد صلاح ده بتوع الاركان الاركان واحد في السرايكر او رجل بلاي ميكر بتاعي او فاس فورورد بتاعي اللي هو محمد صلاح اللي في العالم كله مرموش ولا تريزي جي مثلا تريزي جي متعور مرموش اللي متعور عنده مرموش كباس هتلاقي الدنيا كلها ماشية انت عاديين احنا نقول لعيبة النادي الاهلي وعاديين لعيبة النادي الاهلي وعاديين مش عارف ايه وتلاقي الشكل اللي شغال على المنتخب كله اسلام المحترفين غريبة موضع موضع تعالى بقى ايه التعند اللي انت بتكلمني عنه اللي انت بتدور على انك انت هما دول هما دول ايه دا ما بيلعبوش اساسي انا عارف ان الحاجة دايما بتبقى راجل صريح يعني لو في حاجة هتقول فانا بسألك عشان كده انا قد يكون عندك انت حاجة تقولها لي تريحني يعني انا بلعب بشكل احترافي انا بلعب بمحترفين يعني ايه اللي خلينا اجيب لعيبة الاهلي في ماتش اثيوبيا او تونس وعندي يوم الجمعة اللي بعدها الاهلي عنده السوبر الافريق فيعني عارف لو ماتش محتاج في التلات نقط ولا كنت هقدر افتح بوك محمد صلاح هيلعب ماتش دا؟ معرفش هو تم استدعائه بس معرفش هيلعب التلات نتشاط؟ ماتشين؟ هيلعبهم؟ ماتشين؟ ماتشين لعبهم؟ ماتشين هيلعب الأهم والتاني عنده ارتباطات نجم في الجلترة بقى ولا في السعودية ولا في غطيفر يعني الحتة اللي هو هيكون لي مكانته فيها ونفس اللعيب المحترفة بهذا الشكل ها انت هتعتمد بقى اللعيب المحليين في الشكل الأثيوبي مش عايز تبقى خارج الفرقة خالص يعني فأنا بقول ان كان في حد بيحاول انه هو يبين ان النادي الأهلي هادي قايمة منتخب مصر شنوي صبح ابو جبل هاني عمر كمال احمد رمضان بكم علي جبر محمد عب منعم مرعي عسام عب مجيد احمد حمدي احمد فتوح طرق حمد مروان عطايا سام مرسي حمدي فتحي حمود حمادة بوبو زيزو صلاح فتحي مصطفى فتحي عمر مرموش ابراهيم عادل مصطفى محمد محمد شريف مرموش محمد هاني ومحمد شنوي مروان عطيا محمد هاني مروان عطيا اربع العبيد محمد عب منعم والشنوي الشنوي محمد هاني محمد عب منعم دول فخط الدفاع مروان فخط النص محمد عب منعم ده لها غنى عنه ولكن مطشي أثيوبي مطشي أثيوبي الجمعة بعدين مفروض تونس الثلاث على ما اتذكر بعد كده انت عندك الجمعة طب الناس هتخلص يوم الثلاث هتسافر الثلاث بالليل يعني اكدوا لي يا شباب المطش الثلاث فعلا ولا يوم ايه مطش تونس الودي يوم الثلاث فعلا هو يوم الثلاث فالثلاث فالثلاث هيمشي الثلاث بالليل وعندنا مطش الجمعة في السعودية كل سنة وانت بنتفق حيمشهم حداشر ولا تلاتاشر ولا وبقالوا اسبوع واحد بس هو اللي بيتمرن وبقيت الاسبوع مش فاهم حاجة الحقيقة يعني برضو ما عرفش بنشتكي من ضغط المباريات وإحنا اللي بنضغط بأيدينا يعني احنا البيديين الموسم بضغط على اللاعبين أصلا وهو ده ضريبة بقى حولك على حاجة ده ضريبة ان انت ناجح ده ضريبة ان انت عندك بطولات هتلعب فيها ده ولسه ولسه دول عايزين يجيبوك كمان في بطولة تانية الاول والتاني واول الكاس والسوبر اه لا انت تقصد اللي هي النخبة او السوبر النخبة لسه عايزين يشدوك في حتة تانية كمان تباك عشان يبقى لهم موجود برضو ويبقى لهم شكل تاني خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في هذه الامور لكن عموما ان انا بس كان عندي بعض التساؤلات فيما يخص هذا الامر وبالتالي حبيت بس ان انا اسأل حضرتك خلينا ننتقل الى معسكر النمسا معسكر الحمد لله كل من يتابع قناة النادي الاهلي احنا من الصبح لغاية بالليل لغاية الساعة يعني نحن بدأسفرج على حاجة جميلة جدا الناس كلها موجودة هناك بننقل حضرتكم كل ما يحدث في معسكر النادي الاهلي في النمسا كابتن شريف البداية شايفها ازاي بداية معسكر اشعاعات كتيرة طبعا بتطلع كالعادة ولكن يعني احنا متعودين ان احنا نرد بداية معسكر جيدة اعتقد ان هي جيدة من وجهة نظرك شايفها ازاي طبعا المكان اللي هما فيه مكان بيعتبر اسر دي زي المانيا يعني جوه المانيا شوها في اخر الماني فالشكل هناك احنا كنا دايما لما كنا بننقل معسكرات كان فيه اخر مرة انا رحت فبعد ده بعض الهزار برضو من ما بين اللاعبين يعني هما الهزار هناك اه وفيه لعيبة دخلة علينا جديد لازم برضو تضبط لهم ولازم يكون لازم قاليهم دور اه يعني اديك شايف اه كغربة وقفشة ومروان وامام وامام دول كوة لوحدهم يعني لازم انا عرف كغربة بيعمل ايه بس ماشي ازاي يكون حاطين اه بيكملوا الميا الكوباية الاخيرة عشان ما توقعش الميا برا اه كل واحد ليه اه اللي هيوقاحها هيقصر اه 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 فهو ايه دورك يحط نقطة بس يعملها ازاي كغربة يحطوا بقى نقطة اهو انا عرف كغربة اه مين اللي هيوقاحها بقى اكيد امام اه هيسيبه بص امام مش عايز يعمل اهو نقطة ده الهزار اللي حضراتكو شايفينه يعني يعني دي حياة تحاول ترفيه عن نفسي شخص دي حياة لازم توقع بالتدريبات والالتزام اللي هناك لازم تقول لك الحاجة احنا لما اللعيبة دي اتفرجنا عليها لما حصلها مطشين وارا بعد وعملوا معسكر في بورج العرب لو تفتكر اهو مبارات عملوها انا شفت كغربة بيفتح سبرينتين ثلاثة اه من يومين بس معسكر اوكي وعمل اه اه كامباك بشكل سترايكر اه اه ما شفناهوش بانه فترة يعني اه فالحالة اللي انت شايفها دي والجو ده اه احنا فيها هنا في الحر اللي احنا فيه لأ هناك الجو بيبقى معتادل جدا اه تقدر تتمرن نفسية عالية جدا كامل العيبة اللي موجودة دي بالاسماء اللي موجودة دي حاجة بسم الله ما شاء الله نتمنى لهم زي ما احنا قلنا العدم بس المصاب يرجع باذن الله اه ويبقى اكرم وكريم اه يعني اكرم وكريم هم اللي فضلي يرجعوا باذن الله والباقي طبعا الانتقالات اللي كانوا موجودين ورجعوا لنا اه شكري و اه صلاح محسن و ندفد اه دون ناس متربين في الناد الاهلي برضو يعني اه اه وحكاها مش غريبة عليهم خالص يعني اه شكل الحراسة المرمى اللي احنا متفرج عليه دي الشكل اللي احنا زي ما متعودين عليه ما شاء الله بقوا كلهم حتى حمزة اه يعني مش الناوي الحمزة علاء اه الدنيا جميلة جدا اه روح اه جميلة جدا تحس انه بقى الشناوي هالقب اي اللي بيواكب الروح اللي موجودة مع عشبير و وعلاق وكل النعيبة اللي موجودة اه مصر كولر بالشكل وانتهاء الموسم الاستثنائي اللي هو عمله داخل بروح تاني هو والطاقم بتاعه بقى الشفحة غريبة عنده يعني حتى كابتن خالد بيبو اعتقد انه هو من رئيس قطاع الناشئين وعنده لعبية كتيرة جدا من الناشئين هما طالعين معاه برضو واخدهم معاه وعنده خبرة معاهم اه وراجل مش غريب على الحكاية بالله تصدق صح وجهة نظر انه هو قد يكون خالد بيبو يعني له دور في وجود بعض اللاعبين في اه طبعا عايش معاهم بالو فترة كبيرة جدا ثلاث سنين او اربع سنين وعرف امكانياتهم شكلها عملت ازاي وبتفرج عليهم في المباريات اللي كانت بتاعت الدوريات بتاعتهم وعرف امكانيات كل اللاعب وعرف ازاي وصل للمدير الفني اه اه شكل الاستعانة بهؤلاء اللاعبه صح لكن انا سعيد جدا بالسكواد اللي انا شايفه ده حاجة فيها حالة نفسية جامدة جدا يا اسلام المستفيد منها فريق النادي الاهلي المستفيد منها النادي الاهلي وجماهيره الحلل شكل ده فدي حاجة طبعا من المجلس الدارة اللي هو على طول بيدور كابتل محمود هو والشكل التسويقي ازاي يوفر برضو الراجل استرايكر جديد مع كل اللي احنا شايفينه ده بمناسبة الاسترايكر الجديد من وجهة نظرك شايف هل التعاقد مع راس حرب دلوقتي اصبحه لزامن اعتقد النادي الاهلي جيه او جيه في الصيف لو تاخر شوية او جيه في المركز الصيفي مش هاجره حاجه مش عجرة حاجة انت بتلعب كرة سريعة وشاملة دلوقتي وفيها تحركات وناس بتخش خلي بالك برضو ناس تقول لك هنا ايه في مثل هذه الظروف ان انت مثلا داخل على دوري السوبر الافريقي داخل على كاس عالم للاندية ابل كدر الشت وخربائكم شهرين بس فيهم بطولات مهمة جدا خصوصا انت باعت كهرباء سوري باعت احمد شريف فيه لعيبة خرجت لاندية لعيبة خرجت لاندية حسنا اسمه حسام حسن وشادي حسين خرجوا وبالتالي انت كان عندك الوقت ان انت تقدر تعمل كده ابو ليه لا ان انا منكنش عندي واحد واثنين وثلاثة صحيح لان مستواج دلوقتي ومطالب اللي موجودة عندك ما بناخد بطولات الصعب علينا ان احنا نكرر بنفس الشكل صحيح بنفس الطريقة محتاج السوبر بلايرز اللي هما يخلوك ستاند اوب زي ما انت وبتنافس بتنافس نفسك وبره لا انا عارفوا ان هناك يعني الامور بتمشي او بتجري على قدم وثاق الحقيقة حتى يستطيع ان دلالي ان هو يقفل الاسقوات بتاعه كله تماما لانه حضرتك زي ما انت بتقول ممكن الشهر ولا الشهر اللي جين دول يعدوا لكن في الاخر لا انا محتاج باكين رايت ومحتاج مش دلوقتي انا عندي مثلا محمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وخليل عفتاح ممكن نلعبه ناحية اليمين وممكن منها كريم ممكن واحد يخش في النص على رأيك فانت عندك تقريبا سكوات كامل في هذه المنطقة وسواء لجنة التخطيط او ادارة الكرة في النيد الالي تسعى بجاهدة ان هي تقفل السكوات تماما بقى علشان نخش ان شاء الله في البطولات وناخد كل حاجة ونستريح شوية نستريح شوية من الضغوط اللي هي موجودة كمان عليك جيت على اخر السنة اللي فاتت دي والدنيا بتقولك حقق ارقام ما انا خدت الدوري وخلاص صح نخدنا الدوري عنديني رايح اللعيبة دي لا محدش بيسكتلك ولا حد بيقولك لا عايدين نكسب كل ال عايدين نضرب الارقام اللي كانت موجودة قبل كلها صح صح الجميلة عندك ان انت بتنفس نفسك بتنفس النجاح اللي انت عامله انت السنة دي بتنفس نجاحك في الموسم السثناء والحفلة اللي كانت موجودة صحيح في البطولات التانية كمان للألعاب الاخرى فاذن ده ماشاء الله حاجة ماشية بنظام معين وسيستم عايدين السيستم ده يبقى اكثر بريقا واكثر احتفاظا بالاسم وبالنسر وبكل حاجة من حقهم طبعا من حقهم بتكمل لو كل يوم انت النرادة جاتوا لي اه انا جبت سترايكر على مستوى عالي ومعروف وويل نون وراجل ليه سي في جامدة جدا اه انت اهلا بيه ولو جبته اه انت مش حولك محتاجه بس لا انت محتاج كل حد يوصلك ده الاحتفاظ بكل اللي انت عملته سنة الفاته صحيح لانه حتى كابت المحمود وهو بيتكلم في اخر في الاحتفالية الاخيرة قال انه الموضوع صعب جدا خلاص الخمس بطولات خدناهم واصبعوا في الدولاب كالعادة او تاريخ كالعادة وبالتالي اللي جايه صعب جدا برضه انت لما بتتعادل الناس ما بتقبلش صح حتى لو ما خدت الدوري وتغلبت الناس ما بتقبلش كنت خدت الدوري الناس ما جانتش قبل قبل الاهلي عندنا ما نعرفش حاجة اسمها تعادل وهو ده سر التفوق تشيرت النادي الاهلي التعاود على المكسب فقط وانك تاخد حقك باسمك وبلعبتك وبالمجهود الكبير اللي انت بتبزله طوال السنة عشان تاخد الريسيبين بتاعك من كل الشغل اللي انت شغاله في جميع القطاعات من حقك عش كده ما بيروح من هنا بطولة يا اسلام الناس توفت او اللي راح منه البطولة بيبقى مش مش مصدق ازاي دي راحت طب ليه راحت طب 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 بيبقى لها ظروف اكيد راح منينا بطولات من سنتين كده احنا كنا مش قادرين خلال صح المستشفى كانت مفتوحة كانت حاجات كتيلة اللاعبة مش قادرة خلال التحكيم والفار يعني ماشي عدنا والدنيا ميشل برضو وبرضو انت حاربت السنة دي صحيح انت برضو حاربت جامد السنة دي ولكن بعض الكرات السليمة وتوفير الراحة للعبين قبل الدور من الاول عشان كده كلنا كنا مصممين كنت بشوف حضراتك دايما في الاستوديو التعليجي تتكلموا على ان الراحة مهمة جدا لا وانت ما انت كنت لعب انت النهضة هتقدل تلعب يوم السبت والثلاث لما في حد بيعم كده صعب والاربع احنا بنلعب السبت حد اثنين تلعب الثلاث صح الثلاث يجي يقول اربع خميس تلعب جمعة او تلعب السبت دا لو وبعدين من خلالهم صفر افريقيا وصفر في حد التانية ومنافسات واجواء معينة انت شفت ان السنة دي كاس افريقيا العظيم اللي انت خدته دا انت بتديته ازاي وانتهت ازاي صحيح بتديته بخسرات وبتديته باخفاقات وبتديته بكامباك الناس كلها عارفة في العالم قالك لو حطت رجلو النادي الاهلي في التصفيات وقال دا صعب انك انت انزحزحه دخل على الترجي وقعد الدنيا كلها ورح على الوداد وتكسب هنا اثنين واحد ويخش فيه جول ولا اكناك اي حاجة الناس عارفة ان النادي الاهلي هيروح يجيب جول هناك لان الامكانيات واضحة اللعبين وقفوا على حلة ايه السبب؟ ان اللعبة دي برضو خادت كامب من الاول السنة درس كبير اول اللي راح منهم السنة اللي قبلها ودرس كبير اول ان هم بيتتوجوا بس وكان ليهم التوفيق طبعا الحمدلله كابت ان النادي الاهلي الحمدلله حتى هذه اللحظة يمكن بعيدا عن الرأس الحربة ممكن تتكلم ان انت عندك سكواد كامل تقريبا اه ما شاء الله انت في كل مكان بقى عندك اثنين ثلاثة حتى في حراسة المرمى كمان وتأكدنا منهم تماما سواء حمزة او شبير او كلهم عند الجماهير اولا الشيناوي طبعا ده في حدة تانية شيناوي ما شاء الله التاريخ بتاعه والشكل اللي عملوا كله استطفى مخلوف طبعا انما شبير لما دخل وقفوا بياخدوا الكرة وبيطلع كرة اليد طالع من خلال الشيناوي برضو والتدريبات اللي هي بتحصل كل يوم انا واحد ذاك الشيناوي انا من حق ان انا احافظ على اسمي من حق ان انا اعمل التاريخ اللي يسمح لي ادام الوقت موجود وانا صحيح اقدر اعمل كده وانا نمرة واحد فعلا واللي حواليه ما شاء الله الله واكبر صغارين في السن لسه وعندهم الفرصة كبيرة وما دامت يعني لو كان دامت لغيرك مش هتوصل لك فهي الحكاية ان هي مورسات والناس بتسلم الاجيال كلها بتاج لبعض وكل واحد في الفرقة تحيس ان ايه يجي حاجات بتحسب فرقة كده اسلام انت تفرج عليه افشا افشا يقولك لا انا قاعد في النادي الاهلي انا عايز ابطل في النادي الاهلي اللعيبة فهمة اسلام ومعنى وجودك في تي شيرت الاهلي اللعيبة فهمه انها لو خرجت من النادي الاهلي ان في اسباب خرجتك من النادي الاهلي ومش مشكلة انت ممكن تخرج وترجع تاني وبحصل كل حاجه في جميع المراكز او في حتى منت عالية اللعي ايمن انت ممكن تبقى بتشتغلهم في النادي الاهلي انت بعد كل تلك نفسك وترجع تاني في مكان تانى وتقدم في حتة تانى بخرج اذا بالنفس من حسب النادي الاجياء وحسب الشكل اللي انت بنحتاجك فيه اللعيبة كلها فهمة كويس فيها ان تشيرت الناد الآلي مختلف ليه مواصفات وليه حياة لازم تعيشها معاه عشان انت تبقى لابس التشيرت يعني معه انا النهاردة مش حاق مش يعني زي اقولك ايه زمان احنا كنا بنلعب كان بيبقى فيه خمس مهاجمين كويس كان عارفين مين فينا التلاتة اللي اول ما بيكونوا سلام هما اللي بيلعبوا وكان معروف مين اتنين اللي بيشاركوا وكل واحد كان عارف ان ده اختيار الراجل المسؤول عن الفريق ودي امكانيات كل لعيبة والفترة في كل فترة انا بحتاجك انت وبحتاج غيرك وبحتاج لعيبة جيبه بالنحة تانية انا شايفه في حتة فلنها يقدر يعوضني مع الراجل الاساسي اللي جنبي لو شاركوا بعضه وكان ما انت حيوصلني للنهاية للبطولة يبقى انا وانت اشتغلنا على الاسلوب الامثل للنيد الاهلي او انا دايما بحبها تشيرت الاحمر يعني تشيرت الاحمر ليه موصفات اللعبة كلها فاهمها دلوقتي صحيح بباش عندهم صعوبة تحس كمان ان قط اللبسة مفاش امسة مفاش زعلة صحيح كنت شايف محمد طاهر بيتكلم وانت طاهر في اللقاء انا كنا اتعورت وكنت لعيب الاساسي كويس ورجعت تاني والراجل بحاول معايا وبيرجعني وبشكره يعني فكل واحد فاهم ان ليه انا كنت نمرة واحد وليه انا كنت كويس والراجل محتاج الراجل معرفش اسماء الراجل يعرف ناس بينزلوا النهاردة انا حسيت بنصر كولر ساني الفاتت كل ما بص كده انا اقفشا لعب النص ساعة الاخرانية انا اقولك حيبتدي المطش الجاي هو لي نتايج هو مش هو عايز يعرف مين اللي عايش الشكل الحياتي للفرعة كويس جدا ومين اللي قادر يوقف على حيله مع الشكل دكتور الأجزية الأجزية حمد ابو الوافة حمد ابو الوافة ولا علي ايهاب علي ايهاب علي برضو ايهاب علي موفرين كمان حتة للعبين ازاي يوصله للفترة اللي هو بيشتغل فيه وما يتجوزش عن الفات بتاعه او اللي يوفر له ما تيجي انت تتكلم المداربي يقوله يقوله لا ده انا اللعيب ده النهاردة قسته وزنته لقيته واحد وسبعين النهاردة هو سبعين ونص فكمان الدنيا ماشى بتحليل وماشى بكل حاجة صحيا كمان صحيح حتى الاكل اللي هم بيكلوه هناك دلوقتي كمان بيتوضبوا بيتعاملوا والفترة الرحلة بيتخرجوهم ويرجعوهم تاني حمل ايهابت شكلها احترافي جامد جدا بنقرب على قد امكانات اللي احنا عندنا صحيح محمد مجدي افشا على الانستجرام الحمد لله على كل شيء التجديد للنادي الاهلي من اجمل ايام حياتي النادي اللي شجعته انا طفل صغير النادي اللي كل اصولتي بتنتمي ليه احنا ناس بسيطة حب الاهلي بالنسبة لنا مش اختيار ولا رفاهية دي فترة طلعنا كلنا عليها كل الشكر للنادي الاهلي ومجلس ادارته على حسن التقدير وان شاء الله نكون دايما عند حسن ظن جمهوره اللي انا متأكد انه اهم حاجة في المنظومة العريقة دي ده محمد مجدي افشا بعد تجديده للنادي الاهلي كنا سمعنا اخبار ولكن محمد مجدي افشا بنفسه منزل على لسه ما فيش من اقل من نص ساعة يعني بيعتز بيعتز بكل شيء انا شفته بيتكلمة انا حتى البطولات اللي هو شارك فيها وبيعتز بهدفه بطولة افريكا بالقضية موجن لو تفتكر صحيح فا افشا بالنسبة لنا كمان حالات كتير جدا وجود وجود كبير جدا وافشا لما بيبقى في الملعب كويس الحقيقة هو وحسين الشحات وايام ما كان محمد شريف حتى موجود كم تبقى فيه لغة كده تحس وانت بتتفرج ان انت هتجيب جول هتجيب جول يعني فهو لما بيبقى في الفورمة بتاعته الحقيقة بليميكر هايل عشر عشر النهاردة كمان انت بتدعمه صحيح بتدعمه بسرعاته بتدعمه مروانه بتدعمه بديانجه بتدعمه بإمام فحكاية هتعلق كمان يعني مش مش هتقبقى كده ان شاء الله ربنا يكرم والفترة اللي جاءت تكون فترة رائعة للنادي الأهل انا بشكرك جدا كابتن شريف والحقيقة يعني بنستمتع بيك انت وحيشني واللايف جد سعادة جدا بوجودك معنا وبنقول للاعبتنا ان شاء الله ترجونا بالسلامة ولعبتوا في المنتخب ايه انا نسخن كده كده احنا نظهرون انا موجودين وقعدين نشوفكم دايما في احسن حال وقوبال ان شاء الله ما بارك لكم يوم 15 بإذن الله انا بشكرك جدا كابتن شريف شكرا جزينا لنجب الكبير كابتن شريف عبد المنعم هنطلع فاصل وبعد الفاصل الكرة العالمية واهم الدوريات الاوروبية مع محمد جمال واحمد مجدي ولكن بعد هذا الفاصل لكن لما اتعرضت الظروف او الموعيد ما بين منتخب مصر والنادي الاهلي منتخب مصر الاول كلنا اطلعنا وقلنا الكلام ده لا منتخب مصر الاول قابل الاهلي ومصر قابلينا كلنا شكرا 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 شكرا